لباقي الأحداث الإبطائية معنا كانت الحياة النهاردة حادث أليم في أسوان أدى إلى وفاة خمس أفراد من رعاية كنيسة الأقباط الكاثوليك في أسوان السيدة هويدا محارب وأولادها زوجة عم فرانسيس النجار وهو بالعناية المركزة وكانت كتب طبعا نصلي من أجل المصاب عم فرانسيس ومن أجل نفوس المنتقلين وطبعا العزاء الصلاقة 9-7 مساء اليوم بمدينة الرزاءات الراح وضحية الحادث ده كانت زي ما قلنا السيدة هويدا وفاتن فرانسيس ثابت وفديانا فرانسيس ثابت وفيرينا فرانسيس ثابت وحافظ فرانسيس ثابت وفلوباتير فرانسيس ثابت ومعهم والدتهم هويدا محارب والزوج في العناية المركزة نتمنى له الشفاء وطبعا زي ما تشوفين الصور حادث صعب جدا 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 كان برضو في القص كرولو السابر كهن كنيسة القديس العظيم الأنبا كراس السائح والأرش دياكن حبيب جيرجس دي الكنيسة اسم الكنيسة يعني كانت في الأسكندرية فاجأ بتهنئة أصدقاء أحباء المسلمون بطريقة مختلفة نشر صورة له رفقة عائلتهم من داخل أحد المساجد وكتب القصة معلقا علمت أولادي إن المكان الإخواتكم وصحابكم في المدرسة بيصلوا فيه بيقدسوا احنا بنتشرف بيه ونفرح إننا نكون فيه كل سنة وكل إخواتنا وأصحابنا وجراننا وحبابنا طيبين وفرحنين بخير وبخير دايما وطبعا منشور لاقا رواجا شديدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن شاء الله لجنة تقنين أوضاع الكنيس هتعاود عملها بعد أجازة العيد والمفروض خلال الأسبوع المقبل وهيكون فيه معينة عملية معينة الكنيس مستمرة بالمحافظات حتى يتم الانتهاء من تقنين جميع الكنيس تقدمت بأوراقها وإنه إن شاء الله الدفعة اللي جاية الجديدة اللي هيتم إصدار قرارات بيها لا تقل عن خمسين كنيسة وده هيكون خلال وقت قريب كمان قدسة البابا تودرس هيترقى السيامات أساقف جدد غدا وهتكون فيه اجتماعات للجان الفرعية للمجمع المقدس استعدادا لإنه يكون فيه كل الأمور اللي هيتم منقشتها في اجتماع المجمع المقدس القادم بإذن الله ونزل بيان من الكنيسة طبعا الصفحة الرسمية متحدث باسم الكنيسة عن إنه غدا السبت هيكون فيه صلاة عشية تجليس وسيامة أساقف جدد بيد قدسة البابا هتكون الساعة سبعة وهيكون طبعا أسمائهم نيافة الأنبى أنتونيوس أسكفا لإبرشية جنوب إفريقيا الراهب القمس متاس الأخميمي أسكفا رئيس لدير السيدة العزرق بالجبل الشرقي بأخميم الراهب القمس مخايل محرقي أسكفا لإبرشية بنفلوت الراهب القمس إلاريون البراموسي أسكف لإبرشية البحر الأحمر والراهب القمس بولس البراموسي أسكف لإبرشية شرق كندا وطبعا هتكون كل هذه الصلاوات غدا السبت بإذن الله وفيه كمان عشية قدس الأحد برضو هتستكمل بالنسبة للملفات اللي هيتم مناقشاتها في المجمع المقدس الرهبانة والمينيا والأعياد وبعد كده جي لقينا الحقيقة نيافة الأنبة دانيال في حوار مع المصر اليوم قال لا مش هيبقى فيه مسألة توحيد الأعياد في المجمع اللي جاء عموما هيبان وهيكون فيه بيانات عن موضوع كل الأمور اللي هتم مناقشتها في المجمع المقدس بالنسبة لمؤتمر كنائس أوروبا اللي كان الفترة اللي فاتت وكان تحت عنوان المحبة في الخدمة اختتم اعماله أمس الخميس بمحاضرة لقدسة البابا توادرس وكان برضو فيه موضوعات عن النمو في العمل الرعوي وشارك 13 من الآباء أساقفة إبارشياتنا في أوروبا إلى جانب 120 من الكهنة وأمناء الخدمة وعضاء المجالس بكنائس أزيل إبارشيات والمؤتمر كان فيه دير الأنبة في شوي بوادي النوترون وكان فيه طبعا محاضرات متعددة وكانت فيه حلقات نقاشية وكانت من ضمن الأمور اللي كان يمكن عرضنا عنها جزء كان فيه كمان حوار خاص مع ستي تيفي تحدث فيه البابا عن موضوع أنه تأجيل السيامات اللي هي بالنسبة لأو تقسيم إبارشيات المينيا والسيامات اللي كانت هتكون في إبارشيات المينيا كان من خلال وجوده فيه مؤتمر كنائس أوروبا أيضا دير العدرة جبل التير اختمت فعلياته أيضا أمس الخميس وترقص نيافة الأنبة بوفنوتيوس موترون الإبارشيه آخر قدسات الاحتفالات السنوية للدير وكان خلال بداية الاحتفالات الأنبة بوفنوتيوس كان افتتح مبنى ضيافة جديد يحمل اسم العائلة المقدسة لاستضافة زوار الدير على مدار سبوع الاحتفالات والمبنى الجديد كان بيقدم خدمات فندقية للزائرين خاصة أن فيه زوار أجانب عشان خاطر بعد ما تم طبعا إدراج مصار العائلة المقدسة كحج للكاثوليك وفعلا فيه سياحة وفيه أجانب بييجوا كان برضو يعني بيجوا كمان في وقت الاحتفالات العدرة اللي بتكون مشهورة جدا كل سنة على مدى أسبوع في دير السيدة العزراء مريم بجبل الطير اتابع لصاملوت محافظة المينيا وتحت رعاية نيافة الأنبة بوف نوتيوس